ينضم إلينا وزير العدل الأسبق الدكتور عوض المشاكبة مساء الخير أو صباح الخير دكتور عوض وأهلا بك معنا في هذه التغطية نتحدث عن قضية الفتنة هل بصدور هذا القرار يسدل الستار تماما عن قضية الفتنة أولا يسعى الصباح جميعا وصباح جميعا المستمعين ومشاهديننا على قناة المملكة وأنا أود ابتداء أن نعرب عن اعتزازنا وفخرنا بالقضاء الأردني العادل والنزيه ممثلا بكافة أنواع المحاكم ودرجاتها ومن ضمن منظومة المحاكم الأردنية محكمة أمن الدولة التي تجد دستوريتها من المادة 99 دستور الأردني التي حددت أنواع المحاكم على ثلاث أنواع المحاكم النظامية المحاكم الدينية المحاكم الخاصة ومضمنها هذه المحاكم الخاصة محكمة أمن الدولة ومحاكم أخرى والمادة 100 من الدستور الأردني حددت أيضا أن أنواع المحاكم وقتصصاتها ودرجاتها يقوم بقانون ولذلك كما يعلم الجميع صدر قانون محكمة أمن الدولة صدر قانون محكمة أمن الدولة لسنة 1959 وعلى ضوء إنشئة محكمة أمن الدولة لتختص بجملة بمجموعة من الجرائم والجنايات خمس جرائم تحديدا ذات خطورة ومساس بأمن الدولة الحقيقة أنه بالتأكيد أن صدور قرار محكمة أمن الدولة اليوم التي طلعنا عليه والتي من وجهة نظري الشخصية أجد أنه تطبيقا سليما للقانون وأن هذا القرار ليس قطعيا بل أن قانون محكمة أمن الدولة يجعل الأحكام التي تصدر عن محكمة التمييز قابلة للتمييز خلال 30 يوم بل أزيد من ذلك أن قانون محكمة أمن الدولة في كل الأحكام التي تصدر عن هذه المحكمة إذا كانت بالإعدام أو بالأشغال الشاقة على الأقل لا تقل عن 10 سنوات تكون مميزة بحكم القانون وحينما تميز من قبل النائب العام يجب أن تعرض على محكمة التمييز ومحكمة التمييز كما تعلم وتنعقد من خمسة قضاء من قضاءة محكمة التمييز وتنظر القضية بصفة محكمة موضوع قبل أن نتحدث عن التمييز نتحدث عن أن بهذا القرار يطوى ملف القضية تماما يا سيدتي كما قلت لك أن هذا الحكم ليس قطعيا بل أن محكمة التمييز تبسط رقابتها على هذا الحكم من حيث تطبيق القانون ومن حيث الأدلة التي ركنت إليها محكمة أمن الدولة في النتيجة التي خلصت إليها فإذا وجدت محكمة التمييز أن هذه الأدلة توصل إلى القناعات التي أوصلت محكمة أمن الدولة بهذا الحكم فعندئذ تصدق القرار وعندئذ يصبح حجة وعنوانا للحقيقة ولا يجوز الطعام به بعد تصديقه من قرار محكمة التمييز ولمحكمة التمييز إذا وجدت أن تمت أي مخالفة للقانون تحكم بما تراه مناسب وفق القانون كما لو كانت محكمة أمن الدولة تحكم به طيب الآن محكمة التمييز ستكون أمامها هذه القرارات في هذه القضية قرار المحكمة ما الذي سيحدث من إجراءات بعد عرض هذه القرارات عليها تفصيلا نعم يا سيدتي الآن النائب العام يتوجب عليه أن يرفع الحكم بمطالعاته إلى محكمة التمييز وأيضا الحق لوكلاء الدفاع بهذه القضية أن يطعنوا بهذا القرار وحتى لو لم يطعنوا فالنائب العام بحكمة القانون يجب أن يرفع هذا القرار إلى محكمة التمييز بكامل محتويات ملف الدعوة من أجل أن تبسط كما ذكرت محكمة تمييز رقابتها على صحة تطبيق القانون وعلى الوقاع من الناحية الموضوعية لتكون تطبيق القانون سليما وتتحرى عن توفر أركان وعناصر التهم والجناية التي أدير جرم بها المتهمين طيب ما معنى الأحكام التي صدرت يعني زي ما تعرفون أننا بالنسبة أن النيابة العامة كانت أصدرت قرار بالضن وتبعوا قرار اتهام بتهمتين على المتهم باسم عوض الله تحريض على مناهضة نظام الحكم القائم في المملكة بالاشتراك سنداً للمادة 149 من قانون العقوبات وبدلات المادة 76 وأيضاً جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ووفقاً للمادة 72 على طه من قانون الإرهاب والحقيقة هذه التهم محكمة القانون في المادة 149 تعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة التي تصل إلى حد 20 سنة أشغال والجناية الأخرى القيام بأفعال من شأنها تعريض سلامة المجتمع لا تقل عن خمس سنوات أشغال وتصل طبعاً إلى عشرين وإعطاء تناول مادة مقدرة أو حيازة مادة مقدرة عقوبتها سنة نحن نلاحظ أن الأفعال التي تبت لمحكمة أمن الدولة مقارفة المتهمين لها بعد أن تولدت لديهم الإرادة الآثمة وتصرفوا تصرفات تمثلت باللقاءات الدورية وأيضاً التحريض على الرسائل وصياغتها كل ذلك من شأنه والتشكيك بالنهج جلالة الملك في قيادة النظام الأردني وأيضاً محاولة منوأة نظام الحكم والتحريض عليه من خلال استغلال بعض الظروف يعني مثل جائحة كورونا بعض الظروف التي مرت بها البلاد كل ذلك يدلل دلالة قاطعة على أن أركان وعناصر التهم المسندة للمتهمين قد توفرت بقناعة محكمة أمن الدولة وبالتالي الإدانة كانت بإعطاءهم الأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة بالمناسبة التهمة الأولى التحريض تستحق عقوبة 21 لكن ارتأت محكمة أمن الدولة تعطيهم 15 سنة والتهمة الثانية 15 وبالنسبة للتعاطي سنة بمعنى أن القانون إذا يعطي محكمة أمن الدولة أن تجمع العقوبات تجمع العقوبات بحيث لا يزيد هذه العقوبة على حد لعلى زاد نصف العقوبة الأشد إلا أن محكمة التمييز ارتأت أن تكتفي بتنفيذ العقوبة الأشد وهي 15 سنة على ما علمنا من مراسل المملكة قبل قليل ليست محكمة التمييز وإنما محكمة أمن الدولة صحيح؟ أمن الدولة أمن الدولة الآن بعد أن يذهب القرار إلى القرار لم يصدر لمحكمة أمن الدولة تماما بعد أن يذهب القرار إلى محكمة التمييز ما الخطوة التالية بعد التمييز؟ بعد التمييز كما قلت لكي أن محكمة التمييز ستنعقد من خمسة قضاء من خيرة قضاءة المملكة قضاءة محكمة التمييز وبالتالي ستنظرها بصفة محكمة موضوع ماذا يعني محكمة موضوع أنها تبسط رقابتها على كافة الأدلة التي قدمت في هذه الدعوة وتتحرى عن أركان الجريمة وعن مشروعية الأدلة وكل ما يمكن أن يتار بالإضافة لقراءة إجراءات المحاكمة وتطبيق القانون تطبيقا سليما فإن وجدت كل ذلك متفقا وحكام القانون وأصوله فللمحكمة التمييز عندئذ أن تصدق القرار إذا صدقته في هذه الحالة يصبح حجة على الكافة وعنوانا للحقيقة ويكون يعني واجب النفاذ باكتسابه للدرجة القطعية دكتور عوضة المشاكبة وزير العدل الأسبق شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذه التغطية